نشرك معنا في هذا الحوار السيد يوسف أسجور رئيس نادي الوحدات الذي ينضم إلينا من مدينة رام الله حيث يتواجد مع فريق الوحدات الذي أنهى قبل قليل مباراته مع الشقيق هلال القدس وفاز عليه بستة أهداف مقابل هدفين سيد يوسف مساء الخير ونبارك لكم هذا الفوز وتعلق في هذه المباراة تصدر المجموعة وأريد رأيك حقيقة بما حدث في مباراة يوم الخميس كيف رأاه وينظر إليه أو نظر إليه نادي الوحدات في البداية الله يسعد مساك ومساك كل المشاهدين ومساك أخوانا الأستاذ صالح وأنا كنت حابة أكون معك في الاستيديو كأخ مهند لكن أنت تعلم أنه أنا في رمالة اليوم فبعد المسافة اللي يخلاني لا أكون متواجد معك أنت تعلم أنه كان إننا مباراة اليوم في البداية أستاذ يسمح لي أن أحكي بحقيقة الأمور ونسمي الأمور بمسمياتها نعم أنا من سنتين تسلمت رئاسة نادي الوحدات سبق وحصلت مباراة كلاسيكو لم يحدث هذه المشاحنات التي تفضلت عنها حضرتك أنت والأستاذ صالح في الاستيديو شيء غريب في هذه المباراة أنا لا أعلم لا هو حقيقة الأمور ليس فاهم ماذا سيحدث؟ لقاية الآن ردود أفعالنا كانت شديدة عنيفة لماذا؟ ليس فاهم هذا السؤال أنا أحب أن أضعه قدامنا حتى نستطيع أن نناقش فيه لأنه سبق قلت لك وحصل كلاسيكو أنا قمت بزيارة نادي الفيصلي مرتين أيام المرحوم الشيخ سلطان رحمة الله عليه اللي فقدناه للأمانة اللي حصل في مباراةنا من قبل المباراة أنت أشرته له وأثناء المباراة وما بعد المباراة خرجنا عن العرف أنا حاس حالي خرجنا عن العرف بأينا يا أستاذ يوسف تحديدا يعني خرجنا عن العرف من البداية قبل المباراة ما كان هذا الشاحن يعني الشاحن اللي حصل ما قبل المباراة في المؤتمر الاجتماع الفني اللي انعقد في الاتحاد يعني أنا اتفجأت فيه خلينا نقول نحكي من المدربين نبدأ من المدربين خلينا نقول المدربين أخطأوا ربما بتشخيص المباراة بكذا هذا مدربين بحصل وينما كان أنه أنا أقول بدي أفوز وهو يقول بدي أفوز هذا وضع طبيعي لكن زي ما تفضل أخونا الأستاذ صالح أنه تنتقل للإدارات هذه جديدة هذه يعني حالة جديدة أنا أتفق مع الأستاذ صالح نحن مش لازم ننجر براء هذه الأمور ما قبل المباراة اللي حصل في المؤتمر في الاجتماع الفني وصار التراشق على يعني على السوشال ميديا بعرفش ليش أسألي أنا يعني استغربت هذه الأمانة واستهجنت السلوك وحكينا وحاولنا ننهي هذه الأمور كلها وكان اتصال بيني سابقا قبل بداية المباراة بين الأخ بكر وحكينا وحاولنا نوصل أنه ننهي هذه الأمور والخلافات لكن اللي حصل ثاني يوم في الاجتماع الفني للأمانة صدمني وفاجأني رحنا على المباراة وكلنا شاهدنا ماذا حصل في المباراة من خلال المقصورة وما بعد المباراة من سلوك للأسف لاعب كان يلعب في المنتخب الوطني وبيلعب في نادي الفيصلي والسلوكيات اللي حصلت واللي دولتها كل السوشال ميديا شيء استهجنته كثير للأمانة وعمل حالة امتعاض عنا بشكل كبير وسلوكيات مرفوضة جدا مش عارف شو بدي أحكي للأمانة في هذا الموضوع موضوع صادم كان إنه وعشان أكون معك صادق أنا كابتن كتبنا لا إحد شكوي وتقدمنا فيها للاتحاد الأردني قبل ما أجي على المسطينها هل لك أن تطلعنا على بنود أو البنود العديدة لهذه الشكوى أستاذ يوسف البنود بعرفش سمعني أستاذ مهند آآ آآ سامعك تفضل شوف سيد الكريم إحنا اللي صار خلينا نحكي بأمانة وشفافية كسات المية كانت تتراشق في الملعب زي المطر على لعيبة الوحدات بينما في مدرج الوحدات فش كسات مية الناس تشرب هذا باب الباب الثاني بعرفش سمعني أستاذ مهند سامعك سامعك تفضل استمر أستاذ يوسف اللي حصل للأمانة للأمانة بعد نتيجة المباراة ولا خلني أحكي لما أجل هدف التعادل بنزل أحد الأشخاص على أرضية الملعب وبكون مسكينه أخواننا قوات الدرك وبمسك حشل سامعين آسف للتعبير على التلفزيون أنا بحكي بمسك حذاءه وبرفعه بوجه جماهير الوحدات هذه عمره ما صارت نعم وين إحنا؟ إحنا في المباراة بشاهدها جميعاً طبعاً غير مقبول كل العالم تشاهد وبرامة الخوثة على المحطات الفضائية هذا سلوك سلوك مشين آسف للتعبير نعم هذا اللي حصل بعد الهدف ما بعد المباراة نعم تفضل تفضل استمر اللي صار على المقصورة وحذرتك اللي صار على المقصورة وحذرتك شفت من بعض السلوكيات والتهجم ما بعد المباراة على المدربين يعني حالات كثيرة ما بعرف ليش كل هالاحتقان كان موجود في المباراة وكل هاي الأمور حطناها احنا أمام الاتحاد لكن الشيء الأهم والأبرز في الحدث كان السلوك اللاعب عدي للأسف اللي حصل منه بدناش نحكي بتفاصيله أنتم شاهدتوا والجميع شاهدوا هذا السلوك غير مقبول مرفوض تماماً وأنا الأمانة وجماهير الوحدات وجماهير الاردنية بشكل عام أنا متأكد مستياءة من هذا السلوك هذا عمر ما حصل لنا ولا في ملعبنا أنت رئيس نادي أستاذ يوسف أنا ما يهمني أتحدث الآن مع رئيس نادي الوحدات لا أضع اللوم عليك ولا أضع اللوم على رئيس نادي الفيصل وأنما أضع أنتم جزء من المنظوم لذلك نتحدث إليكم دور النادي نادي الوحدات في موضوع الإعلامي وفي احتضان جماهيره في توجيه جماهيره كيف ترى بث نشرات إعلامية لتهدئة جماهيره وتسجيعهم نرى غياب من جميع الأندية أستاذ يوسف هناك تقصير في هذا المجال أيضا علاقة النادي مع روابط الجماهير أيضا يبدو أنتم من أقوى الروابط بين النادي والجماهير لكن حقيقة هناك ضعف نجده في التواصل بين إدارات الأندية وبين جماهيرها خوفا على كرسي الرئاسة كرسي مجلس الإدارة إلى آخره الضحية في النهاية هو الجمهور الطفل الصغير الذي يحضر لا سمح الله يكون ضحية ضحية أحداث شرب كابتن إذا تسمح لي أول شيء نادي الوحدات ما يميزه علاقته بجماهيره نحن الآن لدينا روابط وبشهادة سيدي علي أننا جمهور مميز وأخذنا دائما العلامة الكاملة بالروح الرياضية وأخلاقنا العالية بالتشجيع طيب ولكنها أساءت في هذه المباراة القلة القليلة التي قدمت في الدرجة الخاصة يعني أساءت في هذه المباراة مثلها مثل جمهور الفيصلي عبارات موسيقى ألفظ موسيقى من بداية المباراة لآخرتها كابتن 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 إذا تسمح لي لكل فعل ردد فعل هذا ما حصل في المباراة أنا بدي أحكي بس بموضوع الروابط والجماهير أنا ثاني يوم المباراة التقيت أنا وجميع الروابط في النادي جلست من الساعة السادسة مساء للساعة 12 ليلا حتى أحتضن الحدث الذي حصل من سلوكيات في المباراة لأن جماهيرنا كانت كثير مشحونة ومستاءة من اللي بيحصل عشان أحكي معك بشفافية وبموضوعية وإحنا دائما على اتصال مباشر مع جماهيرنا وأنا رجل خرجت من محظ هذه الجماهير وجيت رئيس نادي من الجماهير وأنا أشعر كثير بعلم جماهيرنا إحنا في أخطاء ما حدا بكتر قولنا في أخطاء لكن أنا كل ثقة في الاتحاد كرة القدم ممثل بسمو الأمير علي بمعالجة هاي الأخطاء اللي حصلت أنا ما بحكي بس على مباراة الوحدات والفيصل اليوم أنا بحكي إحنا اليوم رايحين على مبارايات راح تيجي وقادم والمستقبل لازم نستشرقه ونضع خطط استراتيجية وتكون هناك عدالة ومسواة ما بين الجماهير هذا المهم بالموضوع بالنسبة لنا نعم نعم أستاذ يوسف يعني الآن عم نشوف زي ما تحدثنا قبل قليل مع أستاذ صالح هناك سلوك تحطيمي إذا بزعل أنا كجمهور من ردة فعل أي شخص بمسك المنتلكات العامة ببلش في تكسيرها وأيضا وكأنها مش إلي إحنا هنا أين المواطنة في هذا الموضوع أنا أتحدث لي كرئيس نادي وستحدث مع رئيس النادي الفيصلي في نفس الأمر كابتن مرفوض الوطن فوق الجميع وأنا حكيتها سبق وحكيتها في الإعلام أكثر من مرة نحن نختلف في المستطيل الأخضر بعد هيك إحنا أخوة وأهل وأحبة وأشقاء خلافنا فقط في المستطيل الأخضر الأصل هذه الثقافة التي تسود بيننا نعم طيب ماذا تتبقى وإني تصريحات واضحة دائما أنا ضد ضد الشحن أو ضد الخلاف يخرج عن نطاق المستطيل الأخضر حقه أشجع الوحدات حقه أشجع الفيصلي حقه أشجع الرمثة هذه حقوق مشروعة ولكن تكون بعيدة عن التعصر إحنا الأردنيين نمتاز بأخلاقنا العالية نعم وبدنا إياها تكون على أرض الواقع من أبنائنا إحنا نعلمهم نكون إحنا القائدين وإحنا القدوة سؤالي الأخير إلىك أستاذ يوسف قدمتم شكوى الاتحاد كرة القدم ماذا تنتظرون من الاتحاد من اللجنة التأديبية بخصوص الشكاوي سيد الكريم أنا قلت لك ثقتي عالية في اتحاد كرة القدم و بسمو الأمير علي لأنه دائما كان يحثنا سمو الأمير علي في كل جلساتنا أنه إحنا دائما الوطن هو الأهم نلعب رياضة نبتعد عن التعصب هذا 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 شيء أنا تعلمته من سمو الأمير علي عشان نحكي بأماني نعم وهو معلمنا وقدوتنا في هذا الموضوع يعني أنت أنت تتفق معنا أنه جرس الخطر موجود جرس الخطر رننا الجميع عارف أنه فيه جرس خطر يجب أن الجميع في المنظومة يتكاتفه قبل أن ننهي كابتن إذا نعم كابتن إذا تسمح لي لا لا معيش وقت يجب أن يحاسب أنا بس كلمة أخيرة تفضل كلمة أخيرة إذا سمحت لي يجب أن يحاسب كل من أساء حتى يكون عبرة بالتأكيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا على ساعة صدرك وعلى تقبلك للظهور معنا في هذا اللقاء برنامج الكابتن شكرا جزيلا لك ومبارك مرة أخرى لنادينا فريق الوحدة شكرا جزيلا لك